اهلا بكم اعزائنا مشاهدين في برنامج اخر ساعة سنتحدث اليوم عن ابرز التطورات الجارية في العراق مؤخرا خاصة فيما يتعلق بلقاء رئيس الوزراء العراقي حيدا العبادي مع رئيسي قليمي كردستان نيجيرفان البرزاني في دافوس كذلك سنتحدث عن تصريحات حركة التغيير الكردية والتي اتهمت واطلقت عبارات مثيرة للاهتمام حول الانتخابات في كردستان وشككت في نزاهتها ودقتها بالنسبة لهذه الانتخابات سأناقش كل هذه المواضيع ومواضيع اخرى متعلقة مع ضيفي هنا في الستوديو الخبير في مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأستاذ اياد العناز هنا وسهلا بك نحن وسهلا طيب أستاذ اياد خلينا نبدي من مؤتمر دافوس لقاء العبادي مع نيجيرفان البرزاني وصف بأنه تكرار هذه اللقاءات بيناتهم دليل على أنه أكو تفاهم أكو تناغم بين بغداد وبين أربيل ومعناتها فعلا احنا راح نوصل إلى حل أقصر وستحل الأمور بكل بساطة وبغداد أيقنت بأنه حل هذه المشكلة لا يتم إلا بالحوار مباشرة مع إقليم كردستان هل تتفق مع ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم أسعد اللهم وسائكم بخير أهلا بك بالتأكيد أنه موضوع الخلافة بين كل من أربيل ومبغداد هو خلافة داخليا كما قلنا وأكدنا دائميا لا يمكن أن يحل إلا باللقاءات الثنائية والجلسات التي من خلالها تجم طرح جميع المعويقات والنقاط المهمة التي حالت ما بعد 25 من أيلول 2017 والرؤية السياسية إلى كيفية الوضع في إقليم كردستان والوضع السياسي العام في العراق وبالتالي هناك علاقة استراتيجية هناك يعني نحن نعلم أنه حكومة اتحادية ونعلم أنه هناك دستور يحكم البلاد هم أطلقوا بهذا الموضوع عن تحديد أقليم كردستان وتحديد حدود هذا الأقليم وبالنتيجة أن ما حدث ويحدث من تطورات سياسية هي كفيلة بجعل هناك أمور للتشاور والاجتماعات كان الاجتماع الأخير الذي حدث في دافوس وهو مؤتمر كما تعلم المؤتمرات العالمية المهمة وممكن أن نعتبره هو ملتقى اقتصادي ولكن هو ملتقى عالمي أيضا لتحديد كثير من الأطور السياسية والاقتصادية وكذلك العلمية وهو فرصة كبيرة للقاءات وكان هذا اللقاء على هامش الاجتماعات التي حدثت في هذا المؤتمر العالم الذي عقد في السويسرا كذلك هو جاء بعد الاجتماع الذي عقد في بغداد ومن ثم انطلق الوفد الكردي من بغداد ليذهب إلى طهران لعالة العلاقات أيضا وتمتينها مع إيران إذن هناك عملية تحرك دولي وإقليمي كما قلنا في تطويق هذا الخلاف وبالتالي نحن نعلم أنه كلما قربت الانتخابات وكلما قرب مواد الانتخابات الذي أقر يوم الثاني عشر من أيار 2018 ستكون هذه المشاكل في طور الحل ستكون العلاقة أقرب من البعد لأن هناك الحقيقة الرابة الدولية الأقليمية في أن يكون العراق آمن ومستقر طيب هناك من وصف بأنه دعوة المؤتمر دافوس لإقليم كردستان هي يعني اعتراف مبطن لإقليم كردستان بأنه وعدها اقتصاد مستقل وبأنها كدولة يعني دعا الدول ودعا الشركات وبالتالي هذا هذا وصف بأنه اعتراف بإقليم كردستان بأنه كدولة معقولة يعني ممكن أحنا نفسرها بهذا الشكل بالنسبة للوضع بالعراق الوضع الحقيقي هذا ليست الدعوة الأولى مؤتمر دافوس نعلم أنه في دورته الثامنة والأربعين وهو يعقد من عام 1971 طيب لكن الدعوة لإقليم كردستان ليست الآن ليست توليدة هذه السنة وعيس حكومة إقليم كردستان وقبلها كان رئيس إقليم كان يحضر المؤتمرات سنويا وهذه المؤتمرات تحديدا بعد الغزو الأمريكي كان يحضرون شخص يمثل حكومة العراقية في بغداد وآخر يمثل حكومة إقليم كردستان إما يكون رئيس الحكومة أو يكون رئيس الإقليم بس الوضع مختلف الآن مقارنة بالفترة التي تتكلم عنها؟ أبداً هي وضعت المقايش أنه أكدت مفهوم أنه هناك شيء في العراق اسمه إقليم كردستان فذلك الدعوة مستمرة والإطار القانوني والإطار السياسي لحكومة إقليم كردستان باقية أمام العالم حتى اقتصادية؟ حتى اقتصادية نعم لأنه لو لاحظت أنه أكثر المستفيدين من العقاد هذا المؤتمر في هذه الدورة كان متمثلا في حضور الرئيس الأمريكي لأول مرة ومعه رئيسة وزراء بريطاني والرئيس الصيني إذن نحن أمام منعطفات جديدة ورؤية سياسية وكما قلت علمية وتنموية لكيفية معالجة القضايا الاقتصادية في العالم المؤتمر دافوسي أخذ على عاتقه ليس فقط معالجة الأطر الأقليمية والأطر العالمية هناك في مؤتمر دافوس حقائق ثابتة هناك ألف شخصية تحضر هذا المؤتمر تمثلي كبريات الشركات الاقتصادية في العالم ومن رجالات المجتمع المدينة ورجالات السياسية هذا العلد الألف هذا الثابت ويعتبره من العضاء الرئيسيين في مؤتمر دافوس وبالتالي هذا المؤتمر يأتي من بعده أيضا الرؤساء والملوك والرؤساء الحكومات وكل من يتم دعوته إليه تأتي دعوة قليم كردستان من هذا الجانب أنه يمثل أيضا رؤية سياسية واقتصادية وعلمية مستقبلية في العراق وفي المنطقة بس الاختلاف بين بغداد وبين أربيل يعني كبير جدا لما نتكلم عن الاقتصاد بالذات يعني هذا أكبر اختلاف لم نجد أي حلول بالنسبة لنقطة الاقتصاد منها الحصة الإقليم منها النفط وإدارة النفط وحتى الاتهامات الأخيرة لشركة كار بأنها هربت وصارت لشركة نفط الشمال السيطرة على المعابر والمنافذ السيطرة على الحقول النفطية كلها مطالبات بعدها لحد الآن قيد الدراسة وهناك رفض من حكومة قليم كردستان حول الموضوع يعني معقولة مثل هذا اللقاء رح يحل كل هذه الأزمات أو يبدي بحلول إليها؟ يعني إذا أخذنا على مستوى المؤتمر يعني هي قضية داخلية طيب اللي اتكلمت بيه جنابك والليد تسأل عليه هي لجان فنية شكلت ولجان أيضا عسكرية شكلت وأمنية شكلت من قبل وزارة الداخلية العراقية من قبل وزارة الإسكان والتعمير وزارة النفط وزارة الموارد المائية كلها اتفقت على تشكيل على مناقشة المواضيع التي تتعلق بضبط الحدود وكيفية إدارة الحدود المشتركة يعني إدارة الحدود الدولية قد تكون إدارة مشتركة إدارة المطارات وكذلك السجود وبالتالي عملية تصدير النفط العراقي والسيطرة على الحقول التي فيها هذه الأمور هي أمور داخلية لكن الفحوى والأساس في مؤتمر دافوس عندما يكون هناك لقاء ثاني إذن يعني هذا أنه اللقاء الأول في بغداد أعطى معطياته وبالتالي أن الحكومة في بغداد استجابت إلى الدعوات الدولية وإلى التدخلات الدولية بموضوع العلاقة ما بين كل من أربير وبغداد فصار هناك اجتماع ثاني ما بين رئيس الوزراء وما بين رئيس مطالبات له ضغوط في بعض هي لماذا؟ طبعا كانت في البداية ضغوط ولا زالت الضغوط قائمة يعني نحن نعلم أن الضغوط كما ما نفهم نفهم هي السياسة الدولية يعني نحن نعلم جميعا أن أولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأوروبي نسعون إلى وضع آمن في العراق ووضع آمن في العراق ماذا؟ لأنهم يريدون أن يقولون نحن حققنا شيء بعد نهاية مواجهة للإرهاب فعندما تأتي مشكلة سياسية ومشكلة داخلية تعتري خلاف ما بين أقليم كربستان وبين برد على جميع أن يفهم أمال على تحلها ولا ننسى أن الاجتماعات التي حدثت والتي تحديدا قام بها الوبد الكردي برئاسة رئيس وزراء قليم كربستان كانت هي فرصة للانفتاح مرة ثانية وليعطاء صورة عن طبيعة السياسة القائمة الآن في منطقة كربستان وتحديدا بعد الاستفتاء يعني الآن اللقاء الذي حدث مع رؤساء عرب وكذلك أيضا مع قيادات أوروبية واللقاء الذي سيتم خلال يوم أو بكرة وهو تطور إضافة لنا كما قلنا إلى البريطانيين أو الفرنسيين أو الألمان أو الدول السكندافية لكن تطور المهم الذي سيكون مع نائب وزير خارجي تركيا هذا يعني يأتي في سياق أن الأتراك بدأوا يتفهمون أيضا الواقع وبدأوا يكونون في سياق الدول والإقليمي لحل هذه المشكلة والعودة لعلاقات ما بين أقليم كربستان وبين هذه المنظومة إن كانت منظومة إقليمية أو أوروبية أو غير دولية ممثلة باللغة المتحدة الأمريكية حنحكي بها بالتفاصيل هذه بس خلينا نتكلم عن أيضا الزيارة هي للبرزاني واللقاء بالعبادي إنها عن التحالف الوطني زينب عارف البصري قالت اللي صار بدافوس من حضور لنيجيرفان البرزاني يعني فسرته بأنه هو مخالف للدستور ومخالف للقانون حضوره لأنه هذا يدلل على المساعي بأنه الإقليم عنده مساعي يريد يمر الاستفتاء ويعلن الإقليم كدولة هكذا هي وصفة هذه النائب فتعتقد فعلا إحنا ممكن أنه نفسر هذا الموضوع بهذه الطريقة؟ أبدا يعني نحن نعم قد تكون هناك آراء قد تكون هناك رؤى من خلال الشخصية الفلانية من خلال النائب الفلانية ومن خلال التكتل السياسة لكن أساسا نحن نعود إلى ماذا فعلت حكومة إقليم كردستان ارتزمت بقرار المحكمة الاتحادية ارتزمت بكل القرارات التي تعود إلى مراقشة الأمور والخلافات على الدستور رجعت وعادت ووصلت إلى بغداد وارتقت مع رئيس وزراء في بغداد إذن هنا ما هو الغريب في الأمر الغريب في الأمر أن الأمور عادت كما كانت لكن هل نريدها أن تعود بسرعة كما نتمنى ونتمنى الجميع؟ طبعا هناك معاوقات لكن أنا دائما أقول كلما اقترب موعد الانتخابات ستكون هناك الأمور أكثر سلاسلتا وهناك جهات وأحزاب وكتل تسعي إلى الاستفادة أو استخدام الخلاف ما بين بغداد واربيل لمنافع شخصية ولشعارات انتخابية ولكسب على حساب وحدة العراق وعلى حساب العراق داخل العراق ولكن أنا متأقن أن كل من المسؤولين في بغداد واربيل انتبهوا إلى هذه النقطة والآن هم يحاولون إلى لملمة الأوضاع وبالتالي سيكون هناك تقدم في هذا الموضوع وبالتالي العراق إذا كان أربيل نحن الآن يعني إلى متى يبقى مثلا الآن الغلق المطارات يبقى عدم الإسراع في عملية تسليم رواتب المواطنين من أبناء شعبنا الكردي في منطقة قريم كردستان إلى متى يبقى هناك معاوقات في عملية أيضا إدامة الزخم عملية الموافقة الميزانية الموازنة لعام 2018 والاختلاف بين الـ 20% و 17% هذا الموضوع لا يتعلق بقيادات فقط سياسية أو قيادات حزبيه هذا يتعلق بمجتمع يعني يتعلق بحياة يومية لمواطنين إن كانوا في أربيل أو في السليمانية أو في دوك وإن كانوا في أيضا في كل محاوضات العراق طيب جيد لكن خلينا مؤتمر دافوس يعني مؤتمر دافوس مثلا على سبيل المثال مثل من تتفضلت بأنه هو مؤتمر كبير جدا وعالمي وفي دول وشركات عالمية من الدرجة الأولى لكن أكمل يقول لك بأنه حقيقة بأنه المؤتمر ما الذي حققه المؤتمر دافوس لحد الآن من أيام من بدايته إلى حد الآن إذا كانت العام وأول العام ما حقق شيء مؤتمر دافوس غير أنه الغني أصبح أغنى والفقير صار أفقر وبالتالي ماذا قدم للاقتصاد لم يقدم شيئا فما بالك بالنسبة للعراق وإن كان شئنا داخلي مثل ما أنتدو توصف يقول لك يعني هو حقيقة شكلي لا أكثر يعني لو عدنا إلى شعار المؤتمر لازم ينتهي بكرة يعني المؤتمر صار لأربعة أيام قال أنه نحن نسع إلى مستقبل دولي لحالة دولية مجزة أو مقسمة أو مفكك بالتحديث يعني جنابك الكريم أنت باللغة الإنجليزية ما شاء الله غريع تعلم إذا ما الآن ترجمناه فيقول مفكك ننظر إلى عالم مستقبلي لعالم مفكك هم يعلمون جيدا أن هناك أزمات اقتصادية هناك حروب بين البردان هناك أيضا انقسام في البردان هناك أيضا موضوع الأقاليم الموضوع ليس يتعلق في العراق يتعلق في إسبانيا يتعلق في إيطاليا هناك اتجاه إلى تجزئة كثير من البردان يعني الآن الحروب القائمة أو المواجهة القائمة في الوطن العربي هل ليس هي كان دعوة إلى تجزئة العراق بعد الاحتلال الأمريكي له في عام 2003 هل ليس الآن الحرب الدائرة في سوريا تدعو إلى إيضا تجزئة سوريا هل ليس الآن الحرب القائمة في اليمن أن تحولها وتعيدها إلى يمن شمالي وجنوبي وكذلك الحروب الموجودة والمنازعات الموجودة في بعض الدول الأوروبية وفي الدول الأفريقية هذا مطرف واقعي نعم لكن أنا ما قلت أنه من أهداف المؤتمر وضع سياسة دولية هذه السياسة الدولية ما تتعلق لها يعني ليس هو مؤتمر سياسي أو اقتصادي هو مؤتمر عام شامل لكن يأخذ عليه أنه مؤتمر درمس عندما يتكلمها الكل يأخذ بأنه إطار اقتصادي لكن هو من الأطر اللي يناقش هي أطر اقتصادية هذا إطار واحد لكن هناك الأطر السياسية وهناك كما قلت الأطر العلمية ولذلك يحضره كما قلت رجالات المجتمع المدني رؤساء كبراء الشركات الاقتصادية كذلك يحضره الناس في مستوى علمي متقدم وتستخدمه الإدارة الإرادات السياسية تستخدم هذا المؤتمر في تعزيز اللقاءات الثنائية يعني الآن عندما يجي وفد إذا كان الوافد العراقي أو كان الوافد الفرنسي أو كان الوافد التركي ماذا يفعلون؟ أن يرتقون مع جميع الرؤساء الدولي تقوم مع جميع ممثلين رؤساء الدولي أي فرصة أيضا لهنا لطرح مشاكل الاقتصادية ولهذا على البلد الذي يذهب أن تكون لديه ورقة عمل صحيحة أن تكون له رؤية في النظر إلى الاقتصاد الدولي كيفية استثمار هذا المؤتمر لينعاش الاقتصاد الداخلي له كأي بلد كما ومن ضمن العراق يعني العراق افترض أنه عندما ذهب إلى دافوس ماذا يعمل؟ لازم يسعى إلى انتعاش الاقتصاد العراقي إلى تخفيض نسبة التضخم إلى دعوة الشركات الكبرى إلى العملية الإنماء والتنمية في العراق بعد خروج العراق بمواجهة ثلاثة سنوات إلى أربع سنوات من الحرب القيام ببناء مشاريع تنموية كبيرة ومصانع تسعى إلى تشغيل الكثير من أبناء الشعب العراقي بس مؤتمر دافوس اللي صار السابق ما حقق أي شيء من الشعارات والكلام اللي نتكلمه بالعكس راحت بالأسوأ يعني لو ما قاعدين مؤتمر دافوس أحسن لهم بالعام الماضي أليس كذلك؟ لا يعني أنت تنظر لا تنظروا الأمور بهذا المنظار الجزئي طيب لا ننظروا منظار العالمي يعني عندما يحضر الآن الرئيس المليكي لأول مرة طيب وعندما يحضر الرئيس الصيني يعني احنا نعلم ورئيسة وزراء بريطانيا نعلم لنكون صريحين العالمي تقوده هذه الدول جيد يعني يعني العالم تقوده الدول العشرين اللي هي دول العشرين الصناعية في العالم ويقوده مجلس الأمن الذي يتكون من خمس دول رئيسية متاس الاقتصاد العالمي بيد هؤلاء يتحكم به كما يريدون وذلك عندما يحضر الرئيس المليكي أنه يعلم الحرب القادمة والمواجهة القادمة ليست حرب عسكرية وليست حروب لكن عندما ننظر إلى ماذا تحدثه قبل انعقاد مؤتمر نفس ماذا قال وزير خارجية أمريكا ماذا قال قال المواجهة القادمة مع من المواجهة القادمة مع روسيا والصين قال مواجهة عسكرية هو يقصد بها المواجهة الاقتصادية نحن نعلم التنمية والاقتصاد الصيني المتقدم كذلك الآن الاقتصاد الذي تسعى إليه روسيا في استغلال مواردها المالية من العائدات التي تأتيها من النفط ومن الغاز وكيفية إعادة تريد أن تعيد نفسها مرة ثانية كقوة دولية وإقليمية وحالة من العودة إلى أن تكون دولة كبرى ولها قولها ولها منافستها إلى أمريكا بدت تريد أن تعيد إلينا موضوع الحرب الباردة بين هذه الدول إذن هناك خطط ستراتيجية بس كيف على البردان النامية هي البردان النامية التي عليها أن تستفادت من هكذا مؤتمرات حتى لا تبقى كالأسماك الصغيرة تبتلع على الحيتان الكبيرة يعني عندما نتكلم الآن عن الوطن العربي وعن إمكانيات الوطن العربي وعن الثروة الموجودة في الوطن العربي ألا نراها أنه كافية لأن تكون هي أقوى من أي دولة تحضر في مؤتمر دافوس لكن لماذا هذا الإخفاق الاقتصادي ولماذا عدم وجود الرؤية الاقتصادية لأن الاقتصاد العربي والثروة العربية المحكومة بإرادات دولية يعني ليس مسيطرة عليها سيطرة تامة من قبل السيادة العربية ومن قبل القرار السياسي والمستقل بل هناك إرادات تتحكم بالاقتصاد العربي لذلك تذهب ثروة الشعب العربي وتذهب مقدراته وتذهب إمكانيات مالية إلى الدول الأخرى بس اليوم مؤتمر المانحين في الكويت اللي رح ينعقد وأيضا مؤتمر دافوس اللي هو الآن على وشك الانتهاء كلها مؤشرات إيجابية وخلينا بالعراق مؤشرات إيجابية بالنسبة للعراق بأنه فعلا سيتقدم اقتصاديا فعلا رح يقدر يعيد بناء نفسه من جديد فعلا ستوضع استثمارات كبيرة اليوم لقاءات وترحيب من صحافة إعلامية كويتية أيضا أمور إيجابية وتبادل بالكلام إيجابي جدا ترقب كبير لمؤتمر المانحين في الكويت تعتقد مؤتمر دافوس يعني رح يحقق نجاح قادم ومبكر لمؤتمر المانحين في الكويت كمقدمة لما سيحدث في العراق أم أنت تتوقع مثلا فشل لمؤتمر المانحين مفاجئ بالنسبة للعراق وشك أنه من ضمن الأمور التي ترحت أكيد في أروقة المؤتمر دافوس وفي المناقشات التي حتاتت والدراسات التي كتبت أو المباحثات التي تم إجراءها نجزء منها موضوع المانحين يعني هنا هو مؤتمر دولي مؤتمر مانحين مؤتمر دولي ستسعى إليه جميع الأطراف في سبيل مساعدة العراق لأنه ظبرة ثانية وإدامة عملية البناء ولكن علينا أن مظهر هل نحن نتوقع كثير من المؤتمر مانحين في الكويت هل نتوقع أن تأتينا مبالغ كما تطلب رئاسة الوزراء في العراق بأنه الآن تحدد المبلغ بمئة مليار حاجة العراق لليعمر مرة ثانية دعش تتوقع مثلا نعم نتوقع هذا المبلغ يأتينا كم من المئة مليارين تتوقع يتوقع جنالك ويتوقع مشاهدين الكرام شنو الأسبار أحنا هذه إمكانيات الدول إمكانيات الدول لا تدفع كثيرا يعني أنا ما أريد يعني لكن أنا لا أريد أن أتكلم بمفهوم يعني لا يفهم خطأ ولكن علي أن أصح أو أن أوعي حالة جانبية يعني أنا أنا أتكلم عن مؤتمر مانحين نعم سيعوقت في الكويت وهذا المؤتمر هو مؤتمر دولي ويسعى إلى كما قلنا مساعدة العراق وسأتي يأتي الظرف الدولي وبيان أو التصريح لأمم المتحدة بخصوص التعويضات التي تصرف أو التي يقوم العراق بدفعها لأمم المتحدة أو للكويت من عام 1991 لحد الآن يأتي بيان الأمم المتحدة قبل أربعة يام يقول أن العراق لازال عليه أربعة مليار ومئة مليون يعني أربعة مليار وبعض الملايين من الدولارات وهو القصة الأخيرة أو هو الدفعة الأخيرة إلى الكويت نتيجة التعويضات التي حدثت في عام 1991 طيب يعني نحن إذا أردنا أن نساعد العراق هل المساعدة ستذهب إلى الحكومة العراقية أم مفترض أن تذهب إلى الشعب العراقي عندما تكون هذه الشركات وهذه الدول مانحة ستكون مانحة يفترض أن تكون المانحة أن تأتي الشركات وأن تكون ببعية الدول التي تمناه حتى نستطيع أن نحافظ على هذه الأموال هدرا منها من الفساد الإداري والفسادة التي تعترف به الدولة وكما قلنا في لقاء السابق كما اعترفت هيئة النزاهة بأن هناك مئتيين مليار دولار لا يعلم أين ذهبت خلال الثناء السنة الماضية وهذا اعتراض قانوني ورسمي من قبل هيئة النزاهة طيب يعني الآن ألا يكون هناك موقف عربي من الكويت وتقول أن نحن تضامنا مع كل ما يحدث وتضامنا مع العراق وهذا الشعب العراقي وشعبه مجاور لنا الآن ندعي إلى أنه في المنطقة فنكون نحن أول مانحين فنفتح عملية المنح للعراق بأربع مليارات نستطيع أن نقول بها أنه انتهت طيب ليش هي هذه حتأثر في رأيك ده مهي أربع مليارات على المانحين مهي أربع مليارات من أين ستتفع مو أنت تربط الفساد بالمانحين نعم ليش تربط هذا الربط وهم المانحين مثل ما أنت تفضلت حضرتك هو دولي هو مو بس العرب ولا بس دولة عربية ليش تربطها بهذا الشكل هذولين راح يديرون للأموال وراح يستثمروها بالطريقة المتفقة مع العراق نعم أنا قلته أن هذا مؤتمر مانحين تجب أن تكون الأدوات المالية نعم والمعاونات المالية أن تصرف لمن؟ الشعب العراقي طيب يعني نحن نسعي إلى أن ينهض الشعب العراقي تنهض التنمية الاقتصادية فيه والتنمية الاجتماعية جيد كيف يتحق ذلك ونحن تدعو الحكومة العراقي إلى موضوع محاربة الفاسدين ومكافحة الفاسدين وتعترف بوجود فساد اقتصادي في بلدها إذن نحن نقول أن هذه الأموال تكون بإشراف طوال بإشراف أممي ودولي وبإشراف الدول المانحة بالتعاومة الحكومة العراقية لكن أنا أرجع إلى النقطة الأساسية قلت أنه إذا في مؤتمر المانحين أنه إذا كانت الكويت تسعى إلى أن عندما صدافت هذا المؤتمر في الكويت ومساعدة العراق أنه هناك أربع مليار دولار لا زالت هي في ذمة العراق ويتدفع من أي من أموال العراقيين طيب فإذا نحن إذا أردنا أن نساعد العراقيين أليست هذه الأربع مليار ستشكل عبعا على الميزانية العراقية فتكون هذه الأربع مليارات ماذا تكون؟ هي فرصة بدلا ما تدفع إلى الكويت تدفع إلى إعمار العراق وبالتالي يكون للكويت موقفا أخطاء النظام السابق لا يدفعها العراق لحد الآن أنا أتكلم نحن لا نسحب إلى موضوع سياسي طيب أنا أستطيع أن أتكلم بهذا الموضوع وأستطيع أن أخذ ساعات بالكلام جيد لكن أنا أتكلم عن موضوع يتعلق باقتصادي موضوع التعويضات التعويضات تصرف الآن من المال العراقي يعني تصرف من أموال الشعب العراقي والتالي هذه الأمار عندما نقول نحن حسن نية في عقد مؤتمر لمساعدة العراق والعراقيين فنحن نقول أن هناك أربعة مليار تقوم الكويت وحكومة الكويت بفتح باب الدعوة إلى التبرع للعراق وتكون هذه الأربعة مليارات حتى يأتي بعدها يكون أكثر إكمان حتى نستطيع أن يكون لدينا من المبالغ التي نسمح بها أن نعمر العراق والعراق طبعا دافع وقوم وليس الآن العراق العراق دافع عن أم العربية والعراق دافع عن الوطن العربي ودافع عن العالم ووقف وكانهم مواقف مشهودة الآن نحن عندما ندعم ونساند نساند الشعب العراقي نساند الشعب العراقي في محنته بغض النظر عن كل التسميات السياسية ونحن نتكلم عن كيفية النهوض التنموي لبلد عانى معناه خلال ثلاثة سنوات طيب أستاذيات خلينا سيكتر السؤال يعني الآن أنت عندك دول تمنحك ما يقارب المئة مليار وإن كنت تتوقع يمكن أقل المبلغ طبعا بغض النظر عن ذلك لكن إذا كانت هذه المئة مليار تعتقد يعني الدول مثلا اللي تتمتح هذه الأموال مغفلة أنها تطهن الأموال بهذا الشكل يعني أكيد هي حتدرس الوضع وحتعرف إذا كانت هذه الأموال راح تروح بالشكل الصحيح بالاستثمار الصحيح بالنسبة إله أو راح تروح هدرا بالفساد وإذا وجدت علامات للفساد يا سيدي ما كان شاركت حتى بمؤتمر المانحين وأيدت هذا المؤتمر ونحكي لك عن دول عالمية لا نحن لا بالعقس مؤتمر المانحين خطوة جيدة إيجابية خطوة يعني للوضع وبناقشة الوضع الاقتصادي دمر به العراق طيب وبالتالي هو دعوة إلى الإنماء والدعوة إلى الاعتراف بدور العراق العربي والإقليمي والدولي وبالتالي هذه حدثت فيها كثير من الدول العالمية يعني كما قلنا كيفية مساعدة الدول الحلفاء في بعض الحرب العالمية الثانية ومشروع مارشال نعلمه جيدا الآن خليه تكون هكذا لأن العراق ألم يساهم العراق يعني الآن كل الدول التي ستدفع للعراق مساعدة العراق لا نقول ساهم بدفع جميع وساعدة جميع الدول لكن العراق له يد الطولة في أن ساعدة جميع الدول إن كانت عربية وإن كانت أفريقية وإن كانت آسيوية وحتى في أمريكا اللاتينية طيب في ظرف كان العراق لديه من الميزانية ولديه من الاقتصاد الكبير ولديه من الفائض في الإنتاج الطاقة ولديه فائض من المال العائل ومن العملة الصعبة الآن ماذا لو رد الدين بعض من هذه الدول ونبدأ بالدول العربية وننتهي بالدول أو معها الدول الإسلامية ثم ننتهي بالدول الصريقة هذا موضوع إيجابي وبالعكس موضوع عنهم عن رؤية عالمية ورؤية إقليمية جيدة ونحن نحيي هذا المؤتمر ونقول نعم ولكن نحن يعني أنت حضرتك تقول باختصار بأنه الدول الأوروبية والدول العربية رح تشوف بأنه الآليات للصرف الموجودة في العراق في ظل الوضع الحالي رح تشوفه وضع خلينا نقول ضعيف وبالتالي هي رح تصرف أقل من 100 مليار هذا هو طرحك يعني؟ لا هي ما يمكن نحن يعني إحنا الآن إذا فكرنا أنه يجينا 100 مليار فهذا ليس من يعني التفكير السليم طيب يعني سيعتي قالوا جوز 10% من هذا المبلغ أنا لا أعلم كم يأتي بس حتى لا نكون بعيدين هكذا الدول هي الدول المانحة المعاد 100 مليار طيب يعني الآن عندما العراق قال نحن بحاجة إلى 100 مليار دولار لعادة ما بناء العراق بعد حروب مع الإرهاب لمدة ثلاثة سنوات وتهديم مدن وتحطين بنيان اقتصادي وبنى تحتية هذا الموضوع عندما يناقش نعم يعطى العراق أليس العراق؟ اليوم نحن نتكلم عن عن ارتفاع برمية النفط إلى 74 دولار اليوم لأول مرة طفرة نوعية في إيسا كم أعطت الميزانية نحن ميزانية العراق تكون 45 يعني عندما وضعت ميزانية العراق عام 2017 وضعت على أساس أن العراق يكون سعر النفط برمية 43 إلى 45 نحن الآن نتكلم عن 74 هذه الأيام التي يشدر بها العراق أليس بها فائض؟ الدولة العراق العراق ليس هي دولة ضعيفة والعراق ليس هي دولة غير نامية يعني ليس تنموية ليس فيها طاقة العراق بلد نفطي يدور عائدات نفطية عالية العالم كله يعلم ذلك ويعلم أنه أنه العراق هو يعتبر الآن رابع دولة في الانتاج النفطي ولكن هو العراق ثاني دولة في العالم من ناحية الاحتياط في النفط فعندما تعطى هذه المناح تعطى هذه المناح لمساعدة العراق يعني البدء بعملية انتهية أنه العراق الآن يعاني من تضخم كبير نحن عدى 120 مليار دولار عجز ميزانية في الدولة فهذه العجز كيف يأتي هل في يوم في ليلة في سنة في سنتين إذا العجز المالي يعني تحتاج إلى سنوات حتى تستطيع الميزانية أن تعود كما كانت والديون العراقية موجودة مثقلة بها يأتي هذه المساعدات وهذه المناح للتخفيف من وطأة الحالة التي عيشها العراق والعراقين ولذلك يجب أن تكون هذه الأموال تذهب إلى ليس إلى تذهب إلى أعمال كما قلنا وإنجازات اقتصادية ترتفع بمستوى الفرد العراقي وإيضا الانتعاش الاقتصادي وتعيد بناء بندونه المحطمة وتعيد إلى دوله التي تبنى وإلى البشاريع الاقتصادية التي يستطيع بها إذن المنح تمنح إلى بناء المدن وتعمير ما دمرته المواجهات العسكرية وكذلك ما دمره الإرهاب هذه كلها طبعا ستوضع أمام رؤى اقتصادية أمام خبراء اقتصادين تحديل مشاريع القيام بمسح ميداني للعراق هذه لا تأتي نعم تحدد ولكن الآلية ستأتي بعد نحن نقول هذه الآلية تكون بالتعاون مع الحكومة العراقية نعم لكن ليست بأيدي الفاسدين الذين اليوم أعلنت الحكومة رسميا أنه تمتلي قائمة كبيرة بأسماؤهم وبقياداتهم وستعمل على مكافحتهم حنيجع الفاسدين طبعا حنيجعنا مثال مهم جدا لكن خلينا اليوم حركة التغيير الكردية اليوم صرح التصريح مفير للجدى تصريحات كثيرة حقيقة قالت من خلالها بأنه انتخابات كردستان القادمة اللي في كردستان لن تكون نزيهة لأن أكو في رأي هذه الحركة مليون ونص صوت مزور وهي تقصد بها النازحين من الكرد السوريين طيب التالي رح ينعكس هذا الأمر على الاتحاد الوطني الكردستاني هو رح يستخدم أيضا قوة خارجية ويستخدم أيضا التزوير طيب نقدر نفسر بأنه هذا أمر واقع ممكن أن يستخدم وأكو أمثلة دولية صارت بالسابق ممكن هذا الأمر فعلا أن يصير أم ممكن أيضا نقول والله حركة التغيير قاعدة تسوي نفسها إعلان يعني هي نحن نعلم بها حركة التغيير جزء من الأحزاب السياسية المعارضة داخل أقليم كردستان ونعلم نعلم موقفها من الحزب الجمقراطي الكردستاني طيب وموقفها من الحزب الاتحاد الوطني ونعلم أنه هي الآن ستدخل باتلاف ثلاثي بينها وبين حزب العدالة والحركة الإسلامية مقابل الحزبين الرئيسيين في منطقة أقليم كردستان إذن هذه الانتخابة ستشهد لأول مرة بعد الاحتلال تدخل بأكثر من قائمة التغيير تسعي إلى ذلك التغيير تعتبر جزء من الصوت المعارض ماذا تريد أن تقول أكثر من ذلك هذا الموضوع ليس للأول مرة هذا الموضوع تكرر أكثر من مرة أشارت إليه حركة التغيير وقالت أنه هناك عدد من العوائل الكردية إن كانت من سوريا أو مكان آخر يستوطنون في مناطق معينة داخل أقليم كردستان ممكن استفادة نحن نعلم أنه كيف تعطى بطاقة الناخب العراقي كيف ستعطى أليس تعطى عبر بيانات يقدمها الناخب العراقي نعم أنا 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 أذهب أريد أقضي بطاقة ماذا يريد مني الجنسية العراقية جاي هو يتلعحها المدنية البطاقة التموينية وكذلك بطاقة بس تتزور شنو المشكلة أنها تتزور نحن الآن نحن نتكلم بمفهم علمي طيب يعني نحن نتكلم نحن نتكلم بإطار هل بحاجة بحاجة أقليم كردستان يفعل ذلك وهو في هذه المرحلة هل بحاجة إلى كم ستكون هذه العراقية وكم ستعود له بالأصوات أنا نتكلم عن انتخابات ستجري هذه الحركات يعني إذا كانت حركة التغيير أو حركة الإسلامية أو حركة العدالة هم يعلمون جيدا أنه لا زال الثقل الرئيسي والجماهيري موجود في منطقة أقليم كردستان للحزب الديمقراطي ومن بعده للحزب الاتحاد الوطني هذه حقائق موجودة على الأرض يعني لا زال الحزب من يحكم قليم كردستان هذه الحزب والجماهير الموجودة لديها وهذا حزب ليس اليوم وتكون بعد الاحتلال حزب أصبح الحزب الديمقراطي الكردستان تأسس من عام 16-1946 طيب يعني نتكلم عن كم؟ نتكلم عن 70 71 سنة إذا 71 سنة ليس له جماهير ليس له قاعدة جماهيرية لا ننسى أنه بعد 2002-2003 حد أنه هناك حكومة وإقليمية وإقليم كردستان وأنه هناك أجهزة وهناك دوائر وهناك مؤسسات كل هذه أعطت جانب اجتماعي وجانب شعبي طيب يعني هذول المليون ونص خلينا نحكي بالمليون ونص صوت هذا اللي هو دا تعتبر حركة التغيير مليون ونص بالنسبة لها حسب تصريحها مليون ونص مليون ونص نص مليون عفوا نص مليون نص مليون نازح كم نص مليون كم واحد من حدهم من الأطوال وكم واحد من عدهم من الشبوان الذين يسعون ما اختلفنا لكن الموضوع هنا شنو إمكانية أنهم يدخلون وأن يزورون يعني مثلا أعطيك مثال في ماليزيا وأنا كنت طالب في ماليزيا صارت هذه الحادثة في انتخابات ماليزيا بأنه بنقلاديشيين وهم مو ماليزين أعطوا الهويات الماليزية زورت لهم ودخلوا بالانتخابات وصارت حالات وصارت محاكمات وصارت قضية كبيرة جدا ولحد الآن الشبهات موجودة حول هذا الموضوع شنو اللي يمنع أنه هذول يعطون هويات حتى له مئة ألف يا سيدي حتى له خمسين ألف رح يأثرون بالنتائج يعني هل ما أقول كمار الآن عدد النفوس معروفين طيب والآن حدد عظام مجلس النواب بنفس العدد السابق جيد إذن لم يزاد لهم ولا ينقص منهم وبالتالي كان واحد من الاعتراضات الآن على موضوع الانتخابات القادمة أنه نفس العدد لمجلس انتخابات مع مجلس النواب مع عدم يخذ بالاعتبار عملية زيادة في عدد السكان أو النق أو غير ذلك جيد هنا هذا الحزب الديمقراطي كم سيحتاج يعني الحزب الديمقراطي أنا هنا لست بأكثر من أن أعطي الحال المدينجي كيف يفهم المواطن هناك سراعات سياسية سنسمع الآن هذه واحدة من الأمور ستسمعها في قيم كردستان سنسمع بكرة المواضيع الأخرى في منطقة كركوك سنسمع أيضا من أن يتكلم في بغداد والمناطق الوسطى والجنوبية هناك أحزاب عندما يكون هناك 19 إلى 25 أتلاف سياسي وعندما يكون هناك 200 حزب الآن 25 حزب سياسي وتكتل الآن أعطيت موافقة بفضل الانتخابات ماذا سنسمع سنسمع كثير من الأحداث سنسمع كثير من الاعتراضات سنسمع كثير من هكذا قصص وروايات سنسمع هناك أيضا صراعات سياسية وتسقط سياسي على مستوى شخصي وعلى مستوى حزب وعلى مستوى علاقات دولية وعلى مستوى التقليمية والآن نسمعها يعني هذا الحزب أو هذا التكتل له رعاية دولية هذا الحزب والتكتل له رعاية إقليمية هذا الحزب والتحالف السياسي تراعاه دولة عربية أمام معطيات أنا أقول لنترك كل هذه الأمور ولنرى كيفية تعامل أبناء شعبنا مع هذه الانتخابات أين الوعي الميداني لهم وأين الوعي السياسي الذي استطاع الشعب العراقي أن يفهمه بعد عام 2003 أين مصطحة العراقيون في أن يكونوا مع هذه الانتخابات هل فهموا أن العملية السياسية لم تحقق لهم شيئا من 2003 إلى حد الآن هل علموا أن هذه العملية السياسية لم تأتي إلا بمبدأين المحاصصة الطائفية والتوافقات السياسية هل يستطيع الشعب العراقي أن يحدد مساره الصحيح وأن يسعى إلى حياة سياسية قادمة أفضل هل يستطيع الشعب العراقي أن أقول كلمته في عملية التغيير كل هذه الأمور هي التي علينا أن نناقشها بغض النظر عن جزئة هنا وموضوعها طيب ممتاز مكتب مفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأربيل أعلن وقال بأنه الإقبال من المواطنين في أربيل على أخذ البطاقة الناخب الإلكترونية ضعيف جدا وهذا طبعا لحد الآن الوجبة الأولى ما خلصوا من أعطاها إلى الناخبين وبالتالي يعني على ما يبدو وهذا مؤشر بأنه المواطني في أربيل يعني ما عندهم نية أنه يشاركون بالانتخابات وحتى حركة التغيير بالتصريحات هذه يعني البعض قال بأنه هذا رح يضعف من أقبال الناخب يقول لك أنا شن الفائدة إذا كل هذا التزوير وكل هذا التحرك تعتقد بأنه لما الأقبال ضعيف بهذا الشكل ما تعتقد بأنه المواطن رافض لعملية الانتخابات مثل بعض المحافظات يعني مثلا بالموصل سمعنا هذا الكلام في بابل سمعنا هذا الكلام وأيضا سمعنا في كربلاء هذا الموضوع يعني تعتقد فعلا المشاركة رح تروح بهذا الاتجاه بهذا الضعف الفعلي أم الأمور رح تتغير بالشهر ونصف الطالب أحسنت أستاذ أحمد على هذا السؤال أنت يعني هيقة في بعض الأحيان تحاور ومن خلال محاورتك هناك الجواب ممتاز كالمدرس يعطي السؤال وعنده شرح يعطي للطالب كيف ذلك جيد أنا أقول لك أنه الآن الانتخابات ليس هي معيار يعني عندما الآن يكون هناك عدم إقبال الانتخابات أو أخذ بطاقة الناخب في محافظة أربيل هذا الموضوع لا يختص بإقليم كردستان فقط هذا كما تفضلت يختص بمحافظة نينوة يعني حتى نكون في المحاولات الغربية زي يعني الآن هذا الموضوع يختص على باقي المحاولات الوسطى والجنوب أيضا ليست هناك إقبال بالحالة الإيجابية تسعى لها الدولة الموضوع كما قلت في لقاءات سابقة ليس يختص على معانته هذه المناطق من ويلات الحرب ومواجهة الإرهاب وثلاثة سنوات وأربع سنوات من الظلم والتعسف الاجتماعي التي عانته وبالتالي معانته من ظروف اقتصادية بعد سنة الآن نحن نتكلم البارحة كان مرور سنة على انتهاء المواجهات العسكرية بالموصل ماذا تحقق في الجانب الأيمان أنا دائما أعكد على هذا الجانب لأننا نعلم مدينة الموصل هي المفتاح الرئيسي لكل الإصلاحات التي يجب أن تكون في العراق لأن مدينة كبيرة وعلى السكانة كبيرة وهي المفتاح الأساسي للرؤية سياسية قادمة لتطور إذا لم تتحسن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مدينة الموصل فلا صلاحة في العراق يعني هي المحور بالنسبة لعملية الانتخابات مثلا والنجاح العملية هي المحور الأساسي في حياة العراقيين جزء منها الانتخابات الآن لو نظرنا إلى وسط الجنوب هل المحافظات الآن لو نسألنا عن نسبة الناقبين أو الذاهبين إلى تصحيح أو تجديد طاقات الانتخابات منهم في ذيقار في الناصرية أو في البصرة أو في المثنى هالسنا نرى بنفسه أبدا الإقبال ليس بالشكل الشديد إذن المواطن إيجادي ينتظر المواطن هكذا نحن نقول إيجادي ينتظر يعني هو الآن ما رح يصوت يعني الآن إيجادي ينتظر يعني شنو النجاح اللي ينتظر مفوضية الانتخابات على الأدنى نحن إذا بالحد الأدنى 25% هناك مجاركة طيب تعلن الآن يعني نحن الآن هل نتوقع كم تتوقع نسبة المشاركة ستكون على ضوء هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة على الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطن العراقي لا حياة لا حياة في العراق لا تقدم لا ازدهار لا إمكانيات المواطن العراقي لا زال حياته المعاشية الآن متدهرة ووضع الاقتصادي غير متكامل كما قلت الشباب يعانون من البطالة عندما أريد أن أنتخبوا أجد بطاقة الانتخابات على ماذا أجددها على ماذا أذهب هل كما قلنا أين البرامج الاقتصادية إنه برامج السياسية للأحزاب والكتر السياسية ماذا تنتظر نحن نتكلم الآن ولن يبقى من مدة المقرر للانتخابات أقل بمئة يوم يعني هاي ثلاثة تشوير وضعش ديام يعني خلاص نحن مئة يوم متى سيكون متى سيكون القرار النهائي ما ستتقوم الأحزاب بشرح مطلوبينها أمام الشعب العراقي الشعب العراقي كما قلنا شعب واعي مدرك فاهم لجميع الأمور وجميع الظروف المحيطة به وعليه أن يكون صادقا مع نفسه أولا وأمينا على من يعطيه وأمينا على مشاركته وأمينا على نفسه عندنا طيب خليني أكرر سؤالي بطريقة أخرى يعني المواطن الآن لما هو مدى يروح للانتخابات فرضا اللي بكربلاء مثل ما كان عندنا تقرير بقناة التغيير ظهر بالأخبار يعني لما المواطن دين وإنه يقعد بالبيت فقط وإنه ميروح للانتخابات ويصوت هو دينف إلى شن يعني هو بالنسبة إلى لن يتغير الحال إذا صوت طيب إذا قاعد بالبيت شنو التغير اللي راح يصير مثلا في الدول المتقدمة وحتى في الدول اللي ترعى الديمقراطية ونحن الآن العراق يعتبر جزء من الديمقراطية طيب الديمقراطية التي سعى إليها السفير الأمريكي والذي فرض إقامة الانتخابات ووجهها بأن الانتخابات تكون ضرورة التزام بمواعد الانتخابات طيب والعمل على التزام بالدستور وعدم إقامة بعدها هي ضربا للدستور وضربا للعملية الديمقراطية في العراق فلنترك للشعر العراق أن أقول كلمته إذا أراد أن يذهب الانتخابات فليذهب نحن نعلم هناك أحزاب وحركات سياسية لها جمهورة ولها قائلتها الحزبية سيذهبون وهناك ما لديه مصح في الانتخابات ويستطيع أن يعتبر الانتخابات هي جزء من عملية الكسب الغير شرعي وستهيئ له الانتخابات في أن يتسيد المواقع السياسي ويكون جزء من المجلس النواب القادم ممكن يستفاد مادياً ويستفاد على ويدث طيب والمرشحين الجدود والوجوه الجديدة نحن لحدنا لحدنا واللي عنده نوايا صادقة يعني خلينا نحكي أكون نوايا صادقة من بعض المرشحين هم جاني جدد للانتخابات يريدون يصلحون بالعراق نعم هذا مو رح يضرر من عدم مشاركة هذا الناخر نحن نحن أنا قلت بالبتاية طيب أنا لم أقول أنه المواطن عراقي يستطيع أن يفهم طيب المواطن عراقي يستطيع أن يذهب ويعطي أمانته صوته أمانة نحن نقول لك أنا قلت معيار الديمقراطية أنه نحن بالنسبة لنا يجب أننا نفرض الذهاب أو عدم الذهاب إلى المواطن المواطن هو يحقي المواطن هو يستطيع أن يفعل ذلك عندما لا يشارك نسبة عدم مشاركة دليل على عدم نجاح الانتخابات نحن عملية الانتخابات ستكون نتائجها ليس بالأعداد التي نتصورها لأن الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي في العراق ليس مهيئ إلى هذا الموضوع لكن أقحم الموضوع وخلاص أقر يوم 12 خمسة وكذا لأنه لا توجد رؤية سياسية حتى الداعين إلى عملية أنه تؤجل نعم أجل الناس التشهر وأجل الناس أنه ماذا سنفعل هل سيحصل شيء؟ ولذلك قررت لأنه موافقة ورأينا شوف ثلاثة يام ثلاثة يام أربعة يام ناس تنسحب وناس ترجع وناس تعترض وناس تقدم وبالتالي يأتون يوم الثنيين والإجماع ماذا حدث خلال 48 ساعة؟ هل علمنا ماذا حدث خلال 48 ساعة؟ ليكون الجميع يرفعون أيديهم ويقول الانتخاب يوم 12 خمسة لماذا هذه الجرسات؟ ولماذا إقلاق الشعب العراقي؟ ولماذا تلهيت الآخرين بهذا المواضع؟ إذن جرسات عقدت الأربعة والخميس والسبلت وكذا وبالأخير يأتون جميعا ويوفقون بالإجماع يعني سعملوا كم واحد السبس كم واحد طيب عدم المشاركة بالانتخابات على سبيل المثال خلن نفترض هذا السيناريو صار وصار أقبال ضعيف جدا على الانتخابات شو رحي هذا يأثر على العملية السياسية وعلى تغيرها وعلى تقدمها العملية السياسية لن تتقدم إذا مراحل مواطن وصوى طيب وقضية إجبار وعدم إجبار هذا عملية تقدم للعراق وآلياته عنده نجاحات حققها ولكن لا زال الكثير العمل به يعني باختصار نعم باختصار نعم العراقيون إذا ذهبوا أو لم يذهبوا العملية السياسية قائمة والانتخابات ستجري في يوميا الذي يريد أن يذهب فليذهب والذي لا يريد أن يذهب لا يذهب كما قلنا هذا القرار يعود له وبالتالي مهما كانت نتائجها فيستمضي بعملية وحكومة قادمة سادسة بعد الاحتلال خلاص الموضوع يعني هذا الموضوع عجب أن نفهمه جميعا أن حكومة ستشكل ولكن هناك كيف ستشكل حكومة هناك من يسعي إلى أغلبية سياسية لكي يسيطر على القرار السياسية وهناك من يسعي إلى حكومة ديمقراطية ويشارك أن تكون هناك رأي ورأي آخر وهناك من يحاول أن تكون هذه الحكومة هي جزء من عملية الهيمنة الكامية على الإعراض ممتاز خبير في مركز أروابط للدراسات والبحوثة الاستراتيجية الأستاذ يادل عن الناس شكرا جزيلا على حضارك أعزائنا مشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أنا محديثكم أحمد الأدهمي إلى اللقاء شكرا جزيلا على حدري